طيب برضا سويس بحمود أعرف رأيك في فيوتشر والإسماعيلي لا أنا شايف أنه ماتش فيوتشر برضو كان درس من ضمن الدروس أنت وصلت للمستوى الأعلى بطارة أفريقيا طبيعي جدا يعني فيحصل لعندك حالة مثلا تراجع نسبي أو قدام مثلا ماتش السويس في الكاس ماتش برضو كان مش عاوز أقول ماتش مرهق برضو ماتش الكاس طبعا معروف فأنا عاوز أقول لك إيه وأنت تتمنى أنه الماتشات اللي زي دي اللي بقى الجيمة قدامك معفول ومتساب لك الكورة أعمل زي ما أنت عايز وبتيجي عنده نقطة معينة بتتحطم فيها وكل إيه محاولاتك صحيح أعتقد أنه برضو من ماتش السويس إلى ماتش فيوتشر أنت لو شفت الشوت الثاني وشفت الملعب حلما شفناش النص الثاني الملعب بتاع نالي يعني النص مرعب ما فيش حاجة بترجع يعني أنت واقف على النص وفرت فيش أفلة قدامك وأنت مش عارف تخلص يعني في حالة على مبدو يعني أنا مش مؤيدين الفكرة زم كولر قال الإجهاد والإرهاب هاي كلام ده خلاص كرة القدم يعني ممكن يكون الإجهاد الزهني وده الأهم والأخطر ده محتاج بأمانة شديدة وخلي بقى لحضرتك أنت كنادي أهلي يعني أنا آسف بمناسبة الكلام عن الكلام ده أنت كنادي أهلي أنت بتتبع اللواح والقوانين فتم اللواح والقوانين الخاصة بالتأجيلات وده حصل فيه ما قبل بس في حاجة سامع كامل احترامي للتحاد الكورة والجدول المضوط وأنا عاوز أنهي الموسم يعني مش جريمتي أن أنا بصل إلى نهاية أفريقيا وباخد بطولة بقصة إن كنت هتضغطني بالصورة دي لابد عاوز أفكر الناس بحاجة جماعة ولازم نادي الأهلي والجازي فني برضو يكون عنده في تفكير والكلام ده حنا جينا بفترة الموسم الفات جينا بفترة كده اتفاجئنا أنه مثلا فريرا قال لك جماعة احنا مش هادين الكاميرات تدوني يوم راحة زيادة وحصل بالفعل كان نادي الزمالك متواصل والدول يوم راحة في مباراة اتأجلت مباراة يوم لعشان الناس والموسم متواصل السنة الفاتت مظبوط السنة الفاتت أيوة طبعا أنت مع أمانة شديدة يا جماعة هو لعبت الأهلي دول يعني بلعب نفسيهم مش بلعب منتخب مص والناس دي بأساسية يعني حجم الإرهاق على النهاردة هتلعب الأربع وتلعب لحد وتلعب أول مبارح وتلعب بعد يعني عاوز أقولك إيه لابد أه ما أنا بكلمك أيوة لابد يكون على أل خلال حتى الثلاث مرشات أديك يوم زيادة برضو أخلي الناس دي تاخد نفسها شوية حتى لو المسألة أخرت يومين تأخرت ثلاث يام مفهاش مشكلة فالأنا عايز أقولك الناس قام برح زعلت وضيقت وبتاعه خاصة مع فيوتشار اللي أنت حتى اللي عبت معه أربع مرشات الأربعة كلهم مثلا في الدول الأول واحد واحد تعادل الغريب برضو وإنهال ده سفر سفر وقبل كده كان تعادل كده كسبناه مربعة سفر فلكن عاوز أقولك أنا شايف أنه التعادل ده ربما يكون نقطة إفاقة واستفاقة للفريق بأمانة بيتها الممبارات الإسماعيني ممبارات إسماعيني مباراة مباراة كبيرة فريق إسماعيني طبعا بتلعب قدامنا ده لمباريات خاصة جدا مباريات بيبقى فيها ديربي بأمانة شديدة مباراة تبقى صعبة جدا إسماعيني في موقف صعب بيبحث عن النقطة بيبحث عن الفوز فالمباراة تبقى مش سهلة فأعتقد أنه تطلب جهد كبير من لعبة الآلي خلاص أنت على مقربة من حسم الدرع والهدف أنك أنت تنهي حتى المرشات الباية في الموسم أنك أنت لما تخلص المسابة يبقى عندك فرصة تدي وتقف وتريح لأنك أنت داخل في مطحنة في عندك كاس هتكمل فيه بإذن الله تعالى ورس عندك سوبر أفريقي وكمان عندك سوبر ليج في أفريقي يعني عاوز أقولك إيه الدنيا ما فيهاش تاخد نفسك وتقول لي ده نهرية حيومين ثلاثة وعندك منتخب عنده مشوارها يكمله في شهر تسعة ومع أسكر ومتأكد عندك كمان ورعة كاس العالم تعمل في 12 يوليو وبعد أيام يعلن المجموعة بتاعت منتخب مصر وشكلها عامل إيه فلأنا أعز أقوله أنه تعادل له نواحي سلبية وله نواحي إيجابية الإيجابية واضح أن كنت متعادل لكن ما عرفتش تختارق ده نفس الشيء المسألة الليبعاني منها الأقلي في الفترات الأخيرة في ماتش السويسكا نفس الشيء ماسك ومش عارف تخلص أعتقد أن الحاجات دي مش تختارق ممكن لكن تختارق ها طبعا أكيد كولار تبقى دروس أنك إنت بس تقف عندها وتعلم حتى لما تكلم على جسئيتي لما تبدأ تسخر في المباراة والدوس يروح وقع واحد ورح وقع التاني ورح وقع التالي دي الحياة دي حاجات بيدي خلاص يعني مفروض هو إيه يعني هو طلع تتكلم فيها لكن عاوزين نقوله يا عمد الطبيعة لا لا بس خلي بالك هو ابتداء من الموسم اللي جاي إذا تم تطبيق القوانين التعديلات اللي هي تتعمل دي التعديلات اللي تتعمل دي هتبقى بضع لو بقولك ساعتها هيعمل ماشي خلاص زي الباسكت زي الباسكت لكن أنا عاوز أقولك يعني عاوز أقولك طبيعي جدا وانت في المشوار الطويل ده والكلام ده هتقع منك حاجات بس هم حاجة الاستفادة وهي بتقع يعني بتاخد منها الدرس وشوف إيه الخطأ اللي انت عملته اللي انت وعت فيه ويبقى درس بالنسبة له مش عاوزين نجلت ذات ونقول آه الناس زعلانة وكان نفسها الماتش وبخلاصه بقربت ماتشين وبرضو كل ماتش يا جماعة بيعتبر ماتش كاس يعني دلوقتي في الماتشات اللي جاية دي مع حجم الإرهاق بالضغط الشديد المتواصل اللي بدون انت رايح تلعب في برج العرب هتقعد هناك مش هتيجي لانك هتلعب ماتش وتلعب ماتش تاني بعدي بعد بوك ما اعتقدش برضو ايه انك هتيجي من اسكندرية مش هتيجي من اسكندرية عشان ترجع تاني تلعب للاتحاد يعني هتقعد هناك بعد كده ترجع من الإسماعيل والاتحاد ها هترجع على ماتش القمة صحيح فاعتقد انك مطالب تركيز دلوقتي ودو جدا انك انت يكون عندك تركيز في حسم الست نقاط الجايين دول عشان تدخل المباراة القيمية بحساباتنا كده خلاص تحسم الدول دول مباراة بش تبقى صعبة على فكرة بل حسابات مختلفة واتبقى مباراة قوية جدا فانا عايز اقول انه تجربة فيوتشر ربما البعض يختلف انا شايفها جات في وقتها انا شايف انها تكون استفاقة للفريق كله انه خلاص الدور مخلص يا جماعة دول لسه في الملعب لابد انه دول لسه في الملعب وطبعا دول في الملعب طبعا ويقول غير كده لا دول في الملعب فيه يعني عاوز اقولك ايه اي تصرف تاني بيبقى عندك يعمل لك مشكلة ويعمل ضغط نفسه عليك ماشي فعاوز اقول انه درس ونقطة ومن اول سطف في باقي المشات انه الفريق استعيد صفاء الزيني واستعيد تركيزه واستعيد شكله وملامحه القوية اللي تعودنا عليها وان شاء الله اتمنى التوفيق في المبارات الجاي بازلنا تعال ان شاء الله